موسيقى مرى ابن فارق الفاتح الرياضي ثم التحق بالقلع الاسكارية فارق الجيش الملكي فئة الامل التعمل الفارق التحق بالفارق الكبار المتوجزة ثم التحق بعدة فروق داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطن كما تعرفون كسائر الاسر المغربية اي واحد كيتمنى يكون متزوجة الحمد لله بابنة التربة الحمد لله توفقنا في الزواج دينا واحد المدة ديال سنة وثلاثة اشهر بعد الخلافات طيلت مدة الصداقة لدامة عشر سنوات من بعد تسوجنا الحمد لله بعد الزواج دينا بفترة قصيرة جاني مرض الخلافات جاني مرض الخلافات جاني هورمون سيروتونين قصلية في الدماغ مؤثر على السلوك والتصرفات بين الحينتين واخرى في الفعال مؤثر على نفسية الزوجة ديالي من هذا المنظر كان مصلة واحد الرسالة انني كان بغيها بزاف بزاف وذيك الاحساس اللي كان حسبت تجاه دياله لانه كان تستاهله لانه كان تستطيع واحد العشرة ديال سنوات وسنوات ما بدش نضيعه قمت بواحد الأخطاء لانه كان كنت نظن ان العامل المادي يغطع العامل النفسي بالنسبة للزوجة ديالي العامل النفسي كتر من العامل المادي طموح ديالي الزائد كنت نصل على مرتبة تعتبر بحل واحد الضغط ممارس على الزوجة ديالي صراحة رغم انها الآن نحنا في دعواء قضائية محكمة التدائية ورغبات قضاء الأسرة من هذا المنبر ديالي نشوف تيفي كنت نصل على رسالة كنت نقول لها بأن أوسامل بن نوري بغي حافظ على هذه عاقد القيران بغي حافظ على هذه العلاقة لدامة للسانوات كنت نعرفك أن كي تأترتي طريقة التعامل ديالي ماشي الخاطري كون شي كي تصلح كم مصداقة لقولي تهالا والكاضي من الغيضة والعافيناني الناس بغي حافظ الله سبحانه وتعالى كي سامح تمنى من هذا المنبر تسامحي لي أنا تأسف بزاف إلى خرج من شي تصرف غير لاعق سواء معك سواء مع العائلة ديالك يتخليك متوتر لشعاجة غانتان عليها وكان وعدك وعد الله فمتيني غانكون في أحسن هيئة وفي أحسن صورة ما كان شي مشاكل كبيرة بالعكس كان المنزيدي أنا كيعرف الهودو صراحة كنت يعرف الهودو هي كتعمل وأنا كنعمل طالت اليوم كنت الحمد لله كانت طرف ملائمة لا ليها ولا ليها ما كانش عندنا دوك المشاكل المادية ل إمكانية للعايش يعني الحمد لله قايمة بالواجيب كانت تبادر من عندها وأنا كانت تبادر من عندي يعني كانت تعاونه على الوقت حاجة حاجة واحدة أن الإنسان اللي أنا معايشة للآن كانت تبغي يبدأ رأي ديالها فمتيني كانت تحسب حلها أنه مهضومة في ذلك الحق أنه كلمتي يلي كينا في الدار فمتيني ما ما كان عطيه هاش كانت تحسب حلها كان قمعه فمتيني يعني ما كانت تبغي تبدي شئ رأي ديالها كانت تتخاف ممتيني أو عنده وحد الخوف مني أنا باش تبغي لي شئ رأي ممتيني تتخاف لنفاعل وممتيني ومن هاد المنبر هادا كانت بغي نوضح لها واحد صورة أنه رجعت الأوراق ديالي فمتيني من هاد النقاط هادو حتى النقاط هادو ما كنتش أنا حس بهم ولا أعرفهم فمتيني حتى كما يقولون كتسامح المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثانية والمرة الثالثة ترى تصل إلى العدم كانت بحلها هي وصلت إلى العدم ممتيني والدغط يولد والانفجار ممتيني يعني أنا حس بها وعادرها ممتيني يعني إنسانك تعرفها من 14 إلى 15 سنة الآن 27 سنة يعني مدة ديال 12 سنة يعني كبرنا ممتيني يعني أنا الزوجة ديالي في أختي في همي هات الزوجة ديالي يعني كنعود لي أكل شي خالص العبارة كنعود لي أكل شي كنعود 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 أطباء في البطاني اختصاصي في جهاز الهدمي وطبيبة نفسانية مخرجة لي بعد الأدوية لتشاوطور ومعادر الحمد لله كنعود 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 تتمنى من الزوجة تفهم الوضعية اولا العائلة ديالها تفهم من هذا المنبرة تنطلب مرة اخرى يسمحوا لي تنطلب الاعتدار خلص الاعتدار حيث لا نعترف بيدنبيه فلا يدنبي عليه كما كيقول الحديد النبوي الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لو امرتوا بان مو شخصا But if I am a grown man يسجدة لشخص لا امرتوا الذهر شكلت za 합 pay عندنا واحد اليال النافقه في الفينده وعندنا جلسات الرجوع البيت الزوجية لـ 20 أيام ولأنها رفضة باتتاة وتنطمح ووضع يقيني في الله تراجع الأوراق ديالها تراجع نفسية ديالها تراجع نفسية درجة المحبة والمعزلة أي تصرف يصدر مني تكون في الله وعي تكون لديك نوع من التصرع وذلك تصرع غير إيراضي أخطأ ديالي أعرف كون وأخطأ اللي يمكنها تصلح يعني ليس ذلك الزوج المسؤول ذلك الزوج السكر ذلك الزوج اللي تتعاطى اللي يأتي بخلص العبار يتكرفس على مرشو كولانار ما كانش تعنيف دوتو ما كانش تعنيف بالأكس أنا مرتي تنبغيها ديرها في المكان الأولى فهمت؟ ما عيني يقول لي أعطيها عيني نعطيها لها ما القلب يحيدون أعطيها لها لا يوجد الإشكال فهمت؟ أي حاجة أي عضو لا يوجد الإشكال لا يوجد الإشكال هنا أنا من هذا المال بردات أطلب الزوجة تفهم الوضعية الصحية تتعرف بأن هذا الإنسان يريد الكثير وإلا دريته في شي حاجة تسامح لي وتعذرني خارج على الإرادة ديالي والله ورب العزة إلا سمحت لها الضروف أنا تعطيني فرصة آخيرة باش نجمعو الشمل ديالنا لأن أبغاد الحلال عند الله هو الطلاق وقال لك خربوا البيوت هم إخوان الشياطين اللي كعمل باش يخرب شابت قال البيوت المغربية قاش عرف هذه النزاعات وقال لك عم نقولوش ما نفاهمينش ما كينش تفهم ما كينش مودة ما كينش ما كينش ما كينش ما كينش كين المودة كين تفهم إنسان أنا ماشي لسو بالمتسلط ممتيني ماشي ذاك الزوج المتسلط اللي كيتسلط على الزوجة دياله وكبقى يقولي لا ما تديريش لا ديري فهمتيني كان أعطياتي الحقوق دياله بعد خطرات نقدر نمم فهمتيني نهضم لي شي حق من الحقوق بطريقة غير إيرادية فهمتيني وها ما كتستطعش أنا تقولي درتيلية ودرتيلية كتتخلي عندها فهمتيني وعندها فهمتيني وعندها 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 فهمتيني هذا هو الإشكال فهمتيني أنا من هذا المنبرة كنت مننا الرسالة التي توصل للزوجة ديالي بالخصوص نظر العلاقة التي دامت كثير من 12 سنة يعني كبرنا صراحة الرسالة التي توصل وتفهميني وتقدري ضروفي أنا محتاج لك بزاف بزاف وأنتي عارفة ضروف ديالي الشمائية أنا الآن يتيم الأب الأم ديالي في حالة صحية مضطربة هي الزوجة ديالي فيها كل شيء تتمثل الأم والأخت وكما سلف الدكر ما نقصش من القيمة ديالك ونكون غلط في حقك لقد لك ما ما كنتيش في واحد الوقت سنة ديالي من القيمة من القيمة من القيمة من القيمة من القيمة ومن القيمة من القيمة ومن القيمة من القيمة تصرع الذي فيها هو نتيجة عن القيمة لأن بعد خطرات يبين لك العلم أسود وكذلك تفكر أنت حار أنا الحمد لله بالرياضة والعزيمة تغلبت على هذا المرض الآن الحمد لله متبع عند طبيب اختصاصي أخرج لك بعض الأدوية لإعطاة النجاعة لها الحمد لله نتمنى من الله نتغلب على هذا المرض بالعراضة والعزيمة التي فيها إن شاء الله نتمنى من الله أن الزوجة ديالي تكون سنة ديالي في هذه المرحلة أنا محتاج لها بزاف بزاف وهذا هو السبب النداء ديالي شفت إذي باش تكون عندي فرصة سنة ديالي باش نعبر على الشعور ديالي تجاه الزوجة ديالي بالأخطاء ديالي نوضح الصورة لأي شخص متزوج يعاني من مرض الاكتئاب ولسيامة أن الزوجة ديالي على علم يعني يعني النهار اللي بشيت لعند البروفيسور البسيكياتري بلسات معي وضحت لها الحالة الصحية يعني الزوجة ديالي على علم بالحالة الصحية ديالي يعني قالت لها أن الزوج ديالي زوج ديالي عنده نقص هرمون السيروتونين ما هو هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة يعني غيكون عنده حطراب وكي ما كنتشوفوا معنا هنا يرى وما شواهي الطيبية هاي هاي مؤخرا هاي في المواقع في ديالي في ديالي البروفيسور السيكياتري قالوا ما هي نفطات موسيو هاي سينبرنوري زوج lain هاي وشهر في الذين نفطوا لم يكن أصدفة من عادة سراحة أنا وعني الأمرين يعني مسؤولية المنزل و أتصدفة مع أحد المرض نفسي يعني جانب بالصدفة يعني أنا أحد نار كنت ناعس مبيا معلية وكنت بالجانب ديالي وماشي جوجيا الصباح حسيت براسي بحلها سأموت كما باش نعرف راسي وانكتشف أن عندي مرض الخلعة كريزة بانيك ونساب ديالي كانوا جوجوهما بالسيارة ووهزوني ودوني الأقرب مستشفى باش نتعالج باش ناخد العلاجات الأولية وبالحضور ديال الطبيب اختصاصي كتشف على أني أنا ما عندي تشي عاجة أحسس بواحد اختينق يعني كتشف براسك بأنك غتموت من شاني قال لي سيدر الله يجزيك بخير والدي تماما وقد تماما وقد تماما عندك كريزة بانيك تبع عند طبيب اختصاصي هم وكان عندي قوله العصابي وعند قوله العصابي تبع لفقد الوزن من المبرار فقد عدة كيلوغرامات ومشاش معي عند طبيب ديالي ديال الجهاز الهضمي اللي هي بديري تابل الحالة الصحية ديالي على المساوى ديال الجهاز الهضمي اللي كي وضح في تقارير طيبية أنه عندي أعصاب في المسارن وعطاني 3 اطمو من الأدوية ديالي خرج لي الطبيب باش نتعالج من هذه المرضات ديال القولو العصابي الحمد لله بدات تحسن كما كتعرفوا أن القولو العصابي عنده مضاعفات المضاعفات جانبية نفسية اللي كتأثر على سلوك وتصرفات ديال الشخص والزوج اشتركوا في القناة